السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله نبين الموضوع بشكل دقيق ومفصل وشرحه إن شاء الله راح يعجبكم راح أقدم لكم السيد حسين المسوي وأيضا راح يطلع لكم عندكم في الشاشة حسابه في الانستغرام تابعوا عنده معلومات قيمة خفيفة ولطيفة فهو راح يبين لكم موضوع السماد العضوي التفاصيله ومع شارح دقيق إن شاء الله السلام عليكم أشكر قناة Grow Gardening أول شي على هاي الاستضافة بخصوص السماد اللي هو العضوي ممكن كلنا سمعنا إن السماد العضوي ما نستخدمه في الصيف والسبب إنه يحرق الزرع ليش تفاصيل ما حد يخبرنا مجرد كل واحد ينقل من شخص لشخص المعلومة بس هل في دراسة أو الشخص بيّن لأن الأسباب ما فيه طبعا أنا ما كنت أستخدم بس السنة استخدمت والحمد لله شوفت عينكم يعني ترى ما استخدم أشياء كيماوية المشكلة مو في السماد العضوي المشكلة عندنا إن السماد العضوي يجينا اللي هو كان فرش أو معالج حراريا غير متحلل سبب موت النباتات فترة التحلل اللي يصير شنو يصير تحلل البكتيريا وقت اللي تحلل السماد العضوي تنتج لنا حرارة حرارة مو شوي توصل إلى سبعين درجة فهذه هي اللي حتى لو ما وصلت ستين يعني قصدي سبعين وصلت مثلا إلى ستين نفس الشي بتأثر على جذور النبتة وبتحرقها هذا السبب إحنا شلون نتفاذى هالشغلة إحنا لازم قبل ما نستخدم هذا السماد العضوي حتى لو كان معالج حراريا معالج حراريا مو معناته متحلل إحنا محتاجين نخلين نعطيه فترة يتحلل إشلون نسوي هالشغلة؟ ناخذ السماد مجرد عدنا بوكس، فلينة، فرشة، أي شي صندوق مو مهم مجرد نقطة ونبلي لماي أول يومين منشوف فيه حرارة منلاحظ حرارة وممكن حتى تكون فيه رائحة سيئة شوي بس مو الرائحة اللي مزعجة بشكل كبير فإن شاء الله خلال اسبوعين مع استمرار الترطيب الريحة بتنتهي والسمان بيبرد ما بيكون فيه حرارة اللي شفناها أول أيام في هالحالة نقدر نستخدمها لتسميد مزروعاتنا طبعا السماد العضوي محتاج نحللها شلون نحللها؟ ما يبغي لها شي ناخد فلينة، بوكس خشبي، حتى لو فرشة في الأرض عندنا مكان ما عندنا مشكلة حتى لو في زاوية من الزراعة قط هذا السماد وعلى الزراعة بلل الماء خلاص بس على طول خلى مبلل يعني كل يومين تأكد مننا طبعا بعد يومين بتصير فيه حرارة فيه ريحة شوي ممكن تكون بسبب التفاعل أو تحلل البكتيريا والفطريات عقوب ان شاء الله اسبوعين نقدر نستخدمها بتكون الريحة انتهت ما بيكون فيه ريحة، ريحتها مثل التراب أو الكمبوست العادي طبعا ما بيكون فيه حرارة إذا تأكدنا منها الشغلة طبعا احنا نقدر نساعد في العملية بالتقليب يعني بين ثلاثة أربعة أيام نقلبه فوق تحت حق نطمن ان كل الكمية تحللت بعد هالفترة نقدر نستخدمها على نباتاتنا بدون مشكلة وطبعا فيه مثل ما قلت علامات بدون ريحة بارد يعني حرارة الجو في نفس الوقت لونه بيكون أغمق شوف هذا الفرق بينهم أسود مثل كومبوست طبعا هذا فيه إضافات انا ضفت ليه اللي هو البيوشار اللي هو السبب انه يحتفظ البيوشار أو الفحم النشط يحتفظ بالعناصر بدل ما تنزل لأنه في التربة وقت السقي هذا فايدته وفي نفس الوقت سمعت الدكتور يقول أنه يؤثر حتى على عدد النمتودة في الأرض فلهذا السبب أنا ضفته فطبعا ما نخاف لو ضفنا أي شيء عضوي بما أنه عضوي ومطمنين أنه متحلل ما عندنا أي مشكلة طبعا الحين نقدر نستخدم هذا مباشر على زرعنا بدون أي مشاكل طبعا ترى قبل أسبوع أنا هاي الزرع عندي كل اللي حطيت فيه فما عندنا أي مشكلة فأنا طول الصيف طبعا حتى في الحساب كان عندي موضوع عن التسميد في الصيف وسمت يعني مباشر قدام الناس وراويتهم النتيجة بعد أسبوع أنه ما في أي مشاكل طبعا السماد مو بس سماد البقار عندنا سماد الدواجن طبعا سماد الدواجن ممكن مو متوفر عندنا في الديرة بس إذا أعدكم أحد من الربع يربي ولا شيء بيكون جدا ممتاز أفضل تطمنون أنه ما في هرمونات بعد ولا في أمراض فجدا ممتاز بيكون كسماد عضوي ومتطمرين منه نقدر نضيف نفس الشيء بس طبعا محتاج تخمير مثل ما قلت ممكن نستخدم إذا عدنا سماد سماكي بعد نضيفه على الخلطة كل ما عدنا مشاكل في التسميد ترى لا حد يقولك لا تسمد في الصيف ترى الزرعة حالها من حال الطير إذا عندك في البيت ولا حيوان ليش؟ محتاج يأكل ما يصير هل أنا الطير عندي في القفص أقول لأن حين صيف ما أعطيه بس ماء ما قدر أعطيه أكل ولا يتعب ولا أعطيه شيء بسيط نفس الشيء في خطأ مفهوم خاطئ إحنا المفروض نوعي الناس فيه إنه مو الخطأ في السماد الخطأ في طريقة الاستخدام أو يعني ما عرفنا شلون نحلل السماد مالنا أو لو عرفنا عدنا كان عبت عدنا هالمعلومة ما منقبل بالمعلومة السابقة اللي تقول لنا إنه هذا خطأ وفيه يواجد مفاهيم خاطئ غير التسميد بس محتاج الواحد يتوسع في الأسئلة في البحث ما شاء الله حين عدنا للنت واليوتيوب طبعا بالنسبة اللي يقولون إن إحنا ما نسمد في الصيف بالسماد العضوي في نفس الوقت يعطيك نصيحة سمد بالإم بي كي في الصيف إذا إحنا الإم بي كي كمنتج تجاري معروض عليه مثلا خمسة عشرين إحنا اللي يسمونا سماد العشرينات ولا المتعادل أو أيا كان عالي النيتروجين ولا كالها يعني نسبة النيتروجين أو الإم بي كي فيها أعلى من هذا السماد هذا السماد لو كلنا نتدور في النيت إم بي كي ريشي أوف أورغانيك فرتلايزر مثلا بيطلع لنا يعني ثنين، ثنين، واحد، واحد، ثلاثة يعني أعلى نوع من الأسمدة أسمدة الدواجن توصل مثلا أربعة، خمسة، أربعة يعني بهال الأرقام طبعا ما في أرقام ثابتة مئة في المئة لأن كل واحد يقدم نوعية الغذاء غير فتختلف عندنا نسب الأم بي كي فهل معقولة الثلاثة ولا الأربعة يحرق الزرع والعشرين ما يحرق الزرع ففي خطأ فهذه اللي قلناه إن هذا مشكلته أو الخطأ إنه ما كان متحلل حقوب ما يصير بهذه الطريقة ما في أي مشكلة بالعكس أفضل من الام بي كي 100% يعني على قولتهم من ناحية كيمويات أو تأثير على التربة أو تأثير على الكائنات الحية بسبب من الام بي كي يتراكم أملاح بعد فترة في التربة تقضع على الحياة الفطرية، الحياة الميكروبية، الحياة البكتيرية فعدنا النباط ضعيف يعني ممكن ينمو قوي بس ما يتحمل أي آفات لكن غير يعني هاي قدامكم ترى ما قاعد أستخدم أي رش يعني بالذات حين فترة الصيف يعني الحشرات ممكن شي بسيط حتى لو في أوراق متآكلة ولا شي شي بسيط ترى في توازن بيئي يصير عندنا يعني هذا يتكلمنا عن زراعة في الأصص طبعا في الأرض بيكون واجد النتيجة أفضل فالمشكلة مو في السماد المشكلة مثل ما قلنا طريقة الاستخدام أو إذا كان السماد غير متحلل بالنسبة للبذور اللي تكون في السماد طبعا السماد المعالجي حراريا اللي يجينا من بره هذا ما في بذور مضطمنين منه بس السماد المحلي بيكون في بذور طبعا هاي العملية لأنه على كمية صغيرة فما عدنا تولد حرارة كبيرة أو ما تولد حرارة بشكل مستمر لمدة طويلة فالبذور ما بتموت أو ممكن يموت منها الجزء بس بيكون عدنا في بذور بس طبعا هذه أنا أحسها بالنسبة لللي يزرعون في البوكسات أو في الأصص موضوع سهل وحتى اللي في الأرض إذا أنت عارف شينه زارع مثلا أنا حاط بذور طماط فأي شيء يطلع غير الطماط هذا المفروض أشيله من البداية هذي اللي يحب الزراعة طبعا يتابع زراعتها بشكل يومي أي شيء غريب يعرفوا أنه أنا ما زرعت هذه البذرة فأي شيء لها من البداية قبل لا تاخد الغذاء اللي حاطيننا للشتلة اللي زارعينها بالنسبة لتخمير السمان هل نخليه في مكان مفتوح ولا مكان مغطى ولا مثلا داخل صندوق ولا نغطيه المفروض نخليه في مكان مفتوح مفتوح بس تحت الظل وم في الشمس يعني مثلا في هذا البوكس داخل محل مضلل عندنا مثلا تحت أشجار ولا شيء ما نخليه تحت الشمس مباشرة ولا نخليه في مثلا صندوق محكم السبب يعني نبغي التحلل يكون تحلل هوائي لأنه إذا غطينا صار عندنا تحلل لا هوائي تحلل لا هوائي يعني البكتيريا الموجودة بشكل عام أغلبها سيئة دائما التحلل اللاهوائي يربطونه بالبكتيريا السيئة لو أحد جرب قبل ممكن ينسى مكان رطوبة مثلا في درام ولا في شيء قلنا نقول مواد عضوية نسيتها في درام وغطيتها وفي رطوبة بعد فترة ما بتحلل تحلل لا هوائي تشوف الريحة دمار فإحنا نبغي التحلل هوائي التحلل هوائي البكتيريا الطيبة التي تشتغل فما تكون عندنا الريحة السيئة طبعا العملية أفضل وأكيد يعني ما أحد يبغي ينزعج بالريحة طبعا بالنسبة لتخمير السماد متى أسويه؟ طول السنة خل عندك سماد جاهز لا تحتاج وتنتظر فترة لأن النبات مثل ما قلنا كائن حي يحتاج تغذية طول الوقت على مثلا كل أسبوعين كل ثلاثة كل شهر حسب النبتة وعمرها ونوعها فلازم نخلي عندنا السماد جاهز طول الوقت يعني شفنا عندنا الكمية هي قربها تتخلص نسوي كمية ثانية جاهزة يكون عندنا السماد جاهز وما نضطر أن نحط سماد غير متحلل طبعا ممكن في الشتاء نتسامح في هذا الموضوع أو يقل عندنا نسبة الخطر بحكم أن الجو بارد بعض الأحيان السماد في الشتاء يساعد دفاوة التحلل تعطي انطلاقة للنبات للجذور تتنشط إذا كان الجو بارد يعني طبعا بس بالنسبة لأننا في البحرين ما عندنا البرودة الزود اللي نحتاج إننا نستخدم السماد الحار فنقدر نستخدمها طول السنة ولازم نخلي عندنا كمية طول السنة يعني على طول مجرد تخلص عندك الكمية تبتلي في كمية ثانية شلون نستخدمها؟ ترى على حسب حجم النبتة يعني في القصص في بوكسات عندنا زراعة في الأرض فمو معقولة يعني عندي شتلة عمرها شهر برشها بهالحجم مثلا ولا بحط لي هاي البوكس كامل ترى السماد العضوي ما يحتاج كمية كبيرة ترى هذه تغدي لها شتلة لمدة شهر هاي الكف يعني إذا كانت في أصيص أنا ما عندي صراحة مقاييس معينة أحسبها أو مقادير على قولة معينك ميزانك يعني حق ليش؟ أسهل الموضوع على الجميع ما نبغي تعقيد تعال لازم عندك هذا في 200 جرام ولا بوكس ثاني في 150 أنت يعني حالها مثل ما قلت احسبها شنو هذا طير ولا قطع عندي في البيت ما قد يأكل هذا؟ هذا ها حق أسبوعين قطع لي طبعا وبين أسبوعين ثلاثة نحط وطبعا حالة النبات لها دور أعراض مثلا إذا كتش حسينا نقص في مادة معينة في عنصر معين نسمد حسينا الوضع طبيعي نسمد الكمية أقل مجرد سستينابول يعني مستمر عندنا فهذا يخلوا عندكم طول السنة وما يخوف ما يقتل الزرع بالعكس يزيد لنا ثراء التربع على قولتهم بالعناصر بالميكروبوت والبكتيريا والفطريات فبعدين حتى لو ما سمدنا أي شيء عضوي من أوراق النبات اللي تسقط جافة ولا غصن ولا شيء يتحلل ويرجع غذاء للشتلة الشتلة تشوفها تقاوم حتى لو ما عطيتها سماد مثلا تأخرت عليها تقاوم حكم وجود المواد العضوية المتوفرة على طول في التربة والكائنات الحية ترى ترى مو بس المواد العضوية المواد العضوية بروحها ما تسوي شيء إذا استخدمنا مبيدات قتلناها راحت علينا فاحنا نبغي نستخدم هذا على طول بحكم نزيد الحياة الفطرية والميكروبية في التربة يسمونه الإيكو سيستيم أو النظام البيئي إذا قدرنا نسوي بلنس فيه ما منحتاج للمبيدات ولا منحتاج حتى للتسميد بالكميات الكبيرة طبعا نشكر السيد على هذه المعلومات القيمة والمختصرة والدقيقة في موضوع التسميد وفي معالجة التسميد وتخمير السماد نفسه فنشكرك على وقتك السيد وعلى المعلومات اللي قدمتها فأتمنى أن المشاهدين استفدتوا من هذه الفيديو وإن شاء الله راح يكون فيه فيديوهات تانية من هذه النوع نستطيع فيها ناس تكون أصحاب ثبرة في المواضيع وإن شاء الله السيد راح يفيدنا في المواضيع ثانية إن شاء الله بداياتكم وإن شاء الله راح تعجبكم فاللي عنده أي سؤال ممكن يواجهه للسيد مباشرة عن طريقة حسابه في الإنستغرام وأيضا راح يطلع عندكم الرابط مرة ثانية في أسفل الشاشة أو ممكن تترككم السؤال في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلاتكم بس راح ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو في أمان طبعا نشكر قناة Grow Gardening ما قصر بس ما عندي كلام زود فرصة سعيدة تلاقينا وإياكم وإن شاء الله مستقبل جاية أحلى مواضيع إن شاء الله تكون مفيدة وحاضرين لكم وللجميع شكرا موسيقى